المترجم that shows an infinite line with the uniform linear charge density lambda equals 10 nano column per meter and the ring with the charge for nano column uniform distributed over it and the radius r for centimeter but the initial acceleration of a point particle with the يعني طالب مني احسب الاي. وضربه في الشحنة اديني الفورس. هسيمه على الماس يديني. طبعا كده عندي الاي ناتج من حاكتين. فيه هنا. نقول نسميها مسلا نعمل لها انها فطلعها. وهنا برضو موجب فطلع منها تعالوا نحسب الفرق بينهم الاي نت بتسابق مع الاتجاه. بالنسبة للاين اللامدة اتنين باي ابسلون نوت ار. ناقص لان الاتجاه العكس. كيو اكس. على الاسر تربيع زائد ار تربيع. الكل اوس ثلاثة على اتنين. تعالوا نعوان. اللامدة اللي عشرة نانو. يبقى عشرة. عشرة سالب تسعة. اتنين باي ابسلون ده ثابت معروف. ضرب الار اللي هي بوينت تو. مينس كي ثابت معروف تسعة فعشرة واستسعة. الكيو قال لاربعة فعشرة سالب تسعة لانها نانو في الاكس. برضو بوينت تو لان الفرق اربعين اص عشرين. تقسين بوينت تو تربيع. والار اللي هي بوينت او فور لان اربعة سانتي تربيع. الكل اوس ثلاثة على اتنين. يسابق. عشرة. عشرة سالب تسعة. تقسين. اتنين باي. ضرب تمانية بوينت تمانية خمسة اربعة عشرة سالب اتناشر. ده الابسلون ضرب بوينت تو. دي الوحدة طلعت تمانية. تسعة تسعة. او تسعمية مينس. هنا تسعة عشرة تسعة. اربعة عشرة سالب تسعة ضرب بوينت تو وتقسين. تربية مع تربية. الكل اوس واحد ونص. ده طلع تمانية اربعة تسعة. فالفرق. تمانية تسعتين ناقص تمانية اربعة تسعة. فطلع خمسين نيوتن على الكلوم رايح يمين. يعني ده موجه وده سالم. احنا عندنا في الكيو. ده فورس. يساوي الام في الاي. ده فورس. الاي خمسين. والكيو فايف. انا بتكلم على فورس وفورس. مالش علاقة بالاتجاه دلوقتي هقول الاتجاه. فعشرة سالب ستة. الماس قال لي ولي ايه هنحسبها دلوقتي. اذا. وبعدين نشوف الاتجاه. الخمسين هاضربها فيه. خمسة عشرة سالب ستة. ديتني فورس. على بوينت دابل او تو. اديتني اكسلاريشن اللي هي بوينت وانتو فايف ميتر بير ساكن تالي. دلوقتي الالكتريك فيل دي مين? ده الايه? لو شوحنا موجبة تروح معاه. شوحنا سالبة. تيجي العكس. هيش اشتركوا في القناة